اشتركوا في القناة سهلة جدا لعدم توفر الطاقة اللي هتحرك السيارة مفيش طاقة الثاني ضروري تناول الانسان للغذاء بكميات كافية لضروري ان الانسان ياخد الغذاء الغذاء طبعا مصدر الطاقة الرئيسي في جسم الانسان واللي ما يقدرش يستغنى عنه يبقى الاجابة يا ولاد لتوفير الطاقة واللي تمكنه من القيام بالانشطة الحيوية المختلفة والعمل وبزل الشغل السؤال الثالث هنا كان على تعليل على وقود السيارة هنا تعليل على غذاء الانسان هنا تعليل يربط بين الاثنين يتشابه الوقود اللي جوه السيارة مع الغذاء بالنسبة لجسم الانسان اقول له طبعا ازاي وقود السيارة بيتحرق جوه العربية ويطلع شغل يحرك السيارة وقود الانسان هو الغذاء يحترق الغذاء في الجسم وينطج طاقة تمكن الإنسان من بزل النشاط والجهد والقيام بالأنشطة الحيوية يبقى الإجابة مشتركة لأن احتراق الوقود والغزاء في كل من السيارة وجسم الإنسان بيعمل يمكن السيارة من الحرقة ويمكن الكائن الحي من القيام بالأنشطة المختلفة وبزل الجهد التعليل الرابع علل يفضل الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الله الشمس والرياح دي مصادر جميلة جدا طب ليه جميلة جدا لأنها نظيفة لأنها رخيصة لأنها غير ملوسة يا نور لأنها رخيصة ونظيفة وغير ملوسة للبيئة ونيجي التعليل تاني وماذا يحدث عند عدم تناول الإنسان الغزاء لفترة طويلة لو واحد قعد ما يكونش الفترة طويلة يحصل له إيه لن يستطيع الإنسان القيام بالأنشطة المختلفة ليه لعدم وجود الطاقة اللازمة لذلك إجابة منطقية وعقلية وسهلة طب نيجي لسؤال علل لو ولد قعد يأثر بقوة على جسم ولم يحركه ليه الشغل بتاعه بيعتبر إجابته صفر زي مين الولد اللي كان عملي زق في العمارة يعيني عملي وشه يحمر ويزق وفاكر إنه هيحرك العمارة ولكن دون جدوى أقول له لإن أنت محركتش ولا ملي لأن المسافة المقطوعة أو لأن الإزاحة المقطوعة بتساوي صف أيوة أنت تعبت ووشك أحمر وعملت زقي لكن النتيجة هباء النتيجة صفر نيجي لسؤال ماذا يحدث إيه اللي يحصل لو نقصت كتلة الجسم المتحرك إلى النصف بالنسبة لطاقة الحركة مش فاهم آه الكتلة بتاعت الجسم قلت للنص أوكي طاقة الحركة يحصل لها إيه لكن تنسيت دا طاقة الحركة والكتلة حبايب ليه لأن العلاقة بينهم علاقة ترضية يعني إيه الكلام دا يا عم يعني طاقة الحركة تشوف حصل إيه اللي الكتلة تقول إيه وانا كمان وانا زيها الكتلة قلت للنص تقول طاقة الحركة ينعيش سوا ينموت سوا تقل طاقة الحركة إلى النصف يا بنورة شفت إزاي طب لو مما قالت لك ليه لأن العلاقة ترضية بين الكتلة وبين طاقة الحركة دي في البسط ودي في البسط طب واحدة كمان إيه اللي يحصل لو سرعة الجسم تضعفت كلمة تضعفت يعني إيه يعني اتضربت في اتنين يعني بقت الضعف اتضربت في كم؟ في اتنين طب إيه اللي يحصل بقى لطاقة الحركة الإجابة قالك تزداد طاقة الحركة إلى أربع أمسال قمتها إزاي يا مستر حامد إنت مش لسه في اللي فوق بتقول دي نقصت للنص بتنقص للنص طب مش دي ضعفة يعني اتضربت في اتنين أمان ليه ما قلتش تزيد طاقة الحركة للضعف أقولك لإن عمه بتكلم على السرعة طب والسرعة ما لها انت نسيت القانون ان العين دي اللي هي السرعة قسي اتنين طب يعني إيه يعني تاخد كلمة الضعف اللي هي في اتنين وتخليها اتنين قسي اتنين فاتنين قسي اتنين باربعة يبقى تزيد لأربع أمسالها لكن الكتلة ملهاش مربع القانون بيقول إيه ولاب نص في الكتلة في مربع السرعة لو قالك دي نقصت للنص يبقى التانية تنقص للنص دي زادت للنص التانية تزيد للنص لكن لما يقول السرعة بقى تضعف يعني اتنين قسي اتنين باربعة شفتوا الحتة دي مهمة دا لسه عليها مسائل خطيرة المرة الجاية بإذن الله اللي بعده ماذا يحدث لو زادت سرعة الجسم إلى الضعف وتنقصت الكتلة إلى النص السؤال الغريب دا زادت السرعة إلى الضعف يعني السرعة دي العين بقت قسي اتنين يعني كأنها اتنين قسي اتنين طيب ونقصت الكتلة للنص الاول اتنين قسي اتنين ايه بكم باربعة اتنين في اتنين باربعة ونقصت الكتلة للنص يعني تقسم دي على الاتنين تقسم دي على الاتنين تبقى الإجابة تطلع اتنين يبقى طاقة الحركة تزداد للضعف ليه مسألة مزدوجة تانية ولاد المسألة دي فيها خطوةين بيقولك السرعة زادت للضعف والكتلة نقصت للنص القانونة هو ملكش دعوة بدي تمام تمام الكتلة نقصت لأيه للنص يعني حط ما كانها نص واعمل فيه السرعة بقى تضعف يبقى اتنين قسي اتنين طلع بقى الإجابة النصة هو اتنين في اتنين باربعة نص في اربعة تطلع اتنين ترجمة لتنين تزداد طاقة الحركة للضعف عشان اتضعف اتنين شفتم يبقى انا بطبق في القانون يجيب لك الإجابة على طول من غير ما تحفظ السؤال اللي بعده علل ليه بتقل طاقة الوضع للجسم أثناء سقوطه الجسم وهو نازل حاجات بقى دي عايزة فهم يا جماعة الجسم وهو نازل ليه طاقة الوضع بتقل لأن الارتفاع بتاع الجسم عمال يقل ما هو بينزل لي تحت وطاقة الوضع كلنا عارفين ان العلاقة بينها وبين الارتفاع علاقة ترضية يعني كل ما اللي ارتفاع يقل طاقة الوضع تقل يبقى نرجع تاني نقول ليه طاقة الوضع قلت والجسم نازل لأن الارتفاع بيقل بس خلاص والعلاقة ترضية ده الأول نيجي للتعليل التاني لحظة وصول الجسم لسطح الأرض طاقة الوضع بتكون صفر ليه القرى لما تنزل للأرض كده طاقة الوضع بتاعتها صفر لأن ارتفاع الجسم عن سطح الأرض ده لازق فيه ملوش أي مسافة تقاس يا نور يساوي صفر فتكون طاقة الوضع صفر ملوش علوه عارفين لو لو ارتفاع يبقى له طاقة الوضع يبقى ما غير الصفر لكن ده لازق في الأرض أوكاي تعليل التالت طاقة وضع المية أعلى السائية أكبر من طاقة وضع المية في القاع إيش معنى إيه اللي فرق إينا لأن الارتفاع يا جماعة اللي ارتفاعها يفرق بدام أعلى يبقى لها ارتفاع مسافة رأسية لكن اللي نزلت تحت مسافتها الرأسية قليلة لأن ارتفاع الماء عند القاع بيكون صفر أو عند أعلى السقية يكون أكبر ما يمكن إيه الإجابة تنصح إيه اللي بعده معلل ليه بتتضاعف طاقة الوضع للجسم بتضاعف وزنه أو الارتفاع بتاعه ليه لو الوزن تضاعف أو الارتفاع تضاعف طاقة الوضع تتضاعف تعلى وتزيد بالضعف لأن العلاقة بين طاقة الوضع مع الوزن أو الارتفاع علاقة ترضية يعني حبايب دي زا دي تزيد معاه دي قلد تقلي معاه دي الضعف دي تضعف معاه أوكي أوكي نمر خمسة علل طاقة وضع كرتين متماثلتين أكبر من طاقة وضع قرة أدي قرطين ودي قرة شمعنا دول طاقة الوضع بتاعتهم أكبر من دي أكيد عشان التقل كليك زاكي من غير ما تحفظ لأنه بزيادة الكتلة تزداد طاقة الوضع الكتلة هنا زادت تزيد الوضع الكتلة هنا قلت تقل طاقة الوضع لأن العلاقة بينهما علاقة طردية التعليل السادس ليه بتختلف قيمة وزن الجسم عن الكتلة دي من سنة ستة كنا نقول الكتلة شاء والوزن شاء الكتلة مقدر اللحمة والعظم اللي في جسمك لكن الوزن عبارة عن قوة الجاذبية الأرضية مضربة في تقلك يبقى الوزن أكبر ليه لأنه جاي من حاصل ضرب الكتلة في العجلة إنما الكتلة كتلة سادة يبقى الكتلة بتعبر عن الكتلة سادة لكن الوزن بيعبر آسف عن حكتين في بعض ضرب الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية فقمته بتبقى أعلى لأنها ضربت في عشرة نجي الأسئلة ماذا يحدث ماذا يحدث لو سقط جسمي من مكان مرتفع بالنسبة للكتلة كلمة بالنسبة يعني عمه بيقولك الكتلة يحصلها إيه هو نزل من مكان مرتفع الكتلة يحصلها إيه الكتلة ولا حاجة هو لحمه وعظمه وخمته هتتغير لا 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 يطلع ينزل كتلته سبتة كنا نقول إفستة الكتلة سبتة لا تتغير بتغير المكان زي ما قلنا الدرس ده معتمد على الفهم يا محمد مش على الحفظ يا جماعة تاني سؤال إيه اللي يحصل لو تضعف وزن الجسم بالنسبة لطقت الوضع يعني الوزن بقى الضعف طقت الوضع يتقول إيه وانا زيه ده حبيبي تتضعف طقت الوضع ليه يا جماعة لأن العلاقة بينهم تضيع تزيد تزيد معاه تقلي تقلي معاه طب نجل دي إيه اللي يحصل لو زاد اللي ارتفاع للضعف ونقصة الكتلة للنص الله يعني اللي هنا تضاعف قال للنص آه إيه اللي يحصل تظلي تقتل وضعي سبتة لا يا مستر السحر ده صعب مش فاهمه تعالى وانا أقول لك حاجة جميلة صلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام مش بقول لك اللي ارتفاع زاد للضعف آه يعني اعتبره اتنين الكتلة نقصت للنص آه يعني اضرب دي في نص اللي اتنين تروح مع اللي اتنين طلعت الإجابة كام واحد بدام واحد يبقى تظلي تقتل وضعي سبتة ما فيش رقم تاني غير الواحد يبقى تظلي تقتل وضعي سبتة يبقى من غير محفظ ضعف اكتب اتنين نص اضرب في نص طير دي معدي طلعت واحد واحد يبقى تقتل وضعي سبتة اللي بعده اللي يحصل لو قل وزن الجسم للنص العلاقة اي يا جماعة بقى تقتل وضع علاقة ترضية الوزن حصل له ايه قل للنص طب تقتل وضعي تقول ايه ينعيش سوا ينموت سوا تقل تقتل وضع للنص زي ما خدناها فان فوق اهو نمرة اتنين الوزن تضاعف تقتل وضعي تقول ايه وانا كمان تضاعف قل للنص وأنا كمان إلي من نص طب لو كانت علاقتين زي نمرة 3 ضعف ونص ترجم حساب ترجم حساب طلع الإجابة اكتب العلاقة إلي بعده نمرة 5 إلي يحصل لو زاد الارتفاع زاد الارتفاع والوزن للضعف إيه ده إيه ده إيه ده إستنى 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 زاد مين اللي ارتفاع وزاد مين الوزن لمين للضعف إيه ده إنتوا لتنين آه Сهلة أوي سهلة أوي في ناس للأسف بتقعد تحفظ الجمل دي والله لو أعدت تحفظها اليوم القيامة ما هتفهم حاجة ولا تعرف تحيل أم لا أعمل إيه خليك ولد زكي ترجم اللي مكتوب لفظيا ترجمه حسابيا إزاي يا شهد زاد الارتفاع للضعف يبقى 2 زاد الوزن للضعف يبقى 2 2 في 2 بربعة يبقى طاقت الوضع اللي الرجل بيسأل عليها تزداد إلى 4 أمثالها شفتوا إزاي عشان 2 في 2 بربعة من غير حفظ يا جماعة واحدة كمان إيه اللي يحصل لو تضعفت المسافة الرأسية اللي هو الارتفاع عن سطح الأرض كلمة تضعفت يعني إيه اتضربت في 2 تضعفت يعني اتضربت في 2 أهو قد الترجمة تقوم طاقت الوضع تقول إيه ينعيش سوا ينموت سوا وأنا كمان أتأزيد للضعف شفتوا إزاي مرتبط بالفهم السؤال اللي بعد أعلل بيقول لي ليه ده الرجل متحركة بسرعة كبيرة تحتاج لشكل أكبر لإيقافها لأنه كل ما زادت سرعتها بتزيد طاقت حرقتها وبالتالي محتاجة حد فتوا يوقفها وشكل كبير يوقفها التعليل الثاني ليه طاقت حركة الجسم عند أعلى نقطة فوق صفر وعند توقف الجسم المتحرك طاقت الحرقة بتاعته صفر لما الجسم يطلع لفوق قوي 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 طاقت الحرقة صفر ليه؟ لأن السرعة تبقى تقيلة السرعة بتاعته صفر فتكون طاقت الحرقة صفر تعليل الثالث ليه صعب؟ إن أنا وقف إيقاف مفاجئ لعربية نقل محملة بضائع لأن ما شاء الله طاقت الحرقة بتاعتها منطلقة كبيرة جدا نتيجة كبر كتلتها ماذا يحدث لو كانت طاقت الوضع قد الطاقة الميكانيكية عارفين معنى كده إيه؟ الوضع قد الميكانيكية أمالي الحرقة فان؟ أصل الحرقة يعيني بزيره عشان كده تلاشت لأن عند أكثر ارتفاع تكون طاقت الحرقة بصفر وفي الحالة دي تتعادي للوضع مع الميكانيكية أدي ماذا يحدث الأولى؟ الثانية إمتى؟ متى يحدث أن طاقت الحرقة تبقى قد الميكانيكية؟ أقول له هات العكس لما تكون طاقت الوضع بصفر طب إمتى الوضع تسوي الميكانيكية؟ لما الحرقة تبقى بصفر تلاشت اختها طب إمتى الوضع تبقى قد الحرقة؟ عمر النقطة دي ما تحصل إلا مالماتش يخرج تعادل لما تبقى الوضع قد الحرقة يبقى في منتصف المسافة سواء في الصعود أو الهبوط علل بالرغم من تناقص طاقت الوضع أثناء السقوط طاقة الميكانيكية بتبقى سبتة لأن النقص في طاقت الوضع بيساوي الزيادة في طاقت الحرقة ونكمل التعليلين دول وبكده خلصت حلائة التعليلات المهمة لطاقت الحرقة وتطاقت الوضع وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقولك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي اشتركوا في القناة